ان يعاني شعب اكبر البلدان النفطية من البطالة والفقر امر غير منطقي لكن كيف لا وقد تعاقبت على حكم العراق سياسات خاطئة طوال السنوات الماضية لم تقم خلالها بمحاربة الفساد او تفعيل للقطاعات الحيوية في البلاد نسب البطالة المتفشية في المجتمع العراقي وصلت لمعدلات خطيرة حيث رأت الوجنة المالية النيابية ان الفساد تسبب بتفاقم الازمة وان معالجة ملف الفضائيين ومزدوجي الرواتب والكشف عن الفساد يمكن ان يحل جزءا كبيرا من المشكلة ويعالج العجزة الذي تعاني منه الموازنة لانه لن يكون حلا شاملا في حال عدم وضع خطط شاملة تأخذ بالاعتبار ارتفاع عدد السكان خطر البطالة لا يقتصر على الجوانب المالية والاقتصادية فقط بل يتعدى ذلك لحد احتمال استغلال التنظيمات الارهابية للعاطلين عن العمل وهو ما سينعكس سلبا على الاستقرار الامني ومن ثم عدم القدر على استقطاب الشركات الاستثمارية بحسب وجهة نظر الخبراء برلمانيون اشاروا الى ان العملة الاجنبية الوافدة تسببت برفع نسب البطالة في العراق الى 15% في وقت اهملت فيه كفاءات عراقية لا تقل اهمية عن غيرها وضع اجتماعي واقتصادي صعب ومعقد تطلب قرارات جريئة ومتابعة حثيثة تعمل على توفير فرص العمل ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وهو ما دأبت عليه حكومة الكاظم في تصديها لملف الفساد المتغول في مؤسسات الدولة بظل معركة مستمرة مع حيتان الفساد فهل سيرى الشعب في القريب العاجل لما رمى نادى به في انتفاضته على الفساد سؤال تجيبنا عنه قابل الايام